لم نتخيل أبدا أن اللعبة سيأتي عليها اليوم اللي يبقى لها اتحاد وليها منافسات وبطولات محلية وقرية إلى آخره. كيف جاء هذا التحول؟ الحقيقة لفتت نظري في هذه الرياضة وأنا موجود في خارج مصر في فترات كثيرة جدا في أثناء تلقية لدورات في الخارج ووجودي في أوروبا وأمريكا. لقيت اللعبة دي مشهورة بالنسبة لنا وعارفين شكلها فلفتت انتباهي جدا وفي أثناء وجودي في مصر هنا في أحد الأيام أنا بفتح التلفزيون لقيت بطولة العالم للمحترفين فتوقعت أن مصر فيها اتحاد. الحقيقة ما لقيتش. ولقيت أن ما فيش. ما فيش. فأنا الحقيقة تقدمت بشكل قوي. والحمد لله بدأت رحلة من سنة 2008 انتهت بتأسيس الاتحاد في سنة 2014. وبقينا بشكل رسمي موجودين في الساحة الرياضية العربية. ومن خلال تعمق في الدراسة لهذه الرياضة. هذه الرياضة قديمة جدا أحد رياضات عائلات الرمايات. هي رماية باليد وتعتمد على مهارتين أساسيتين في وقت واحد. لأنها رياضة حسابية ذهنية. الناس مش أخدا بالها أنها ذهنية. فالحقيقة أن هذه الرياضة التي تعتمد على مهارة التصويب والحساب في وقت واحد. يعني لازم اللاعب يكون بيجيد الحسابات ويجيد التصويب في نفس الوقت. أنا مكنش متخيل أني لها حسابات. حسابات رهيبة. متوقفة بس على قدرة الشخص أو اللاعب على النهوة ينشي المصبوط. طب إيه اللي بتحسب حسابة اللاعب؟ هي لعبة رقمية. غالباً رياضة الدارتس لللوحة دي بيتلعب 24 لعبة مختلفة. ولكن اللعبة الرسمية الرئيسية الجيم الرئيسي اللي بيرعبه الهواء والمحترفين في أثناء التباري اسمه 500 واحد. يعني الدارتس لها هذا كم من التفريعات؟ 24 لعبة مختلفة على اللوحة دي. غريبة جداً. واللوحة دي في تقسيماتها فيها تبديل وتوافيق لتساوي واحد واثنين من عشر مليون احتمال. هي مرقمة من واحد لعشرين بطريقة غير منتظمة. المسلسات العشرين دي بتساوي تقسيمات داخلية حوالي 82 تقسيم. لما نعملهم حسادياً يطلع لي هذا القدر من الاحتمال. خلينا بعد إذن حضرتك نمشي برضو واحدة واحدة. حضرتك بتقول أن أنت ابتدت تسعة في وجود اتحاد أو في تأسيس اتحاد من 2008. الموضوع خد من حضرتك ست سنين. كتير. ليه ست سنين؟ الحقيقة طبعاً أنه هو فيه إجراءات في مصر هنا. وفيه أمور اعتبارية للجهات المختصة خدت مني الوقت دوا. إلى أن تم تقديم موقف إيجابي قوي بدراسة فنية محترمة حوالين اللعبة دي. ووجودها في العالم في شكل هوا ومحترفين. وأن الاتحاد الدولي في الوقت اللي أنا تقدمت فيه ده كان فيه 67 دولة. فالحقيقة كانت لما بدأت الرحلة من ساعة مكان في مغلس قوم الرياضة. إلى أن بقت وزارة الرياضة رحلة طويلة. فالحمد الله تم استعابي الموقف تماماً. ومصر أول لما أشهرت الاتحاد الحقيقة كان مصدر جذب للدول العربية. أنها تلتفت لهذه الرياضة اللي موجودة في العالم من سنة 1886. وده سبب أدعى برضو نحن نتوقف ولا ندهش. هل تقول أنك كانت المغادرة في ألفين وكام؟ ألفين وثمانية. ألفين وثمانية يعني لغاية قبل ألفين وثمانية. محدش فكر في أن الرياضة دي أو اللعبة دي بقالها اتحاد. ما كانتش موجودة في المنطقة العربية ولا في مصر في وضع مؤسسي. ولكنها كانت موجودة في وضع ممارسات فردية من أشخاص مجتمعين. أجهات قبل أن ترابط على اللعبة دي. تمام. ولكن نتيجة لوجود اللعبة دي إنجليزية المنشأ. فالسفرات الإنجليزية والتجمعات الإنجليزية والتجمعات الأجانب كانوا بيمارسوها بشكل قوي. حتى أن المصريين يعرفوا شكلها ولكن ما يعرفوش اسمها ولا تفاصيلها. فوجود اتحاد بعون الله دي وأن خلى الأمر مؤسسي وخلى الأمر يطلع بشكل قوي. وخلى وجود لعبين مصريين كثيرين. وبالعكس كمان إحنا بقينا متفاعلين مع الدول العربية بشكل قوي جدا. هم فيه تحادات بالمناسبة للدارتس في دول عربية تانية؟ أول لما مصر أنشأت بقى فيه اتحادات. والحمد لله حاليا في تفاعلنا معنا حوالي 14 دولة عربية. جميل. في خلال السنتين بتعكروننا دول. إحنا في تواصل مع الدول العربية زملائنا. الحمد لله بقينا حوالي 14 دولة. وبنتقدم جميعا لعضوية الاتحاد الدولي. وإحنا مصر عضو الاتحاد الدولي كأول دولة عربية من سنة 2016. وإحنا كمان كأول دولة عربية ندخل كاس العالم. سنة 2019. إحنا كأول دولة عربية ننظم بطولة دولية سنة 2019 في مرسى عالم. فالحقيقة إحنا لنا مع البداية القوية دي. والانتشار الكويس ده على المستوى العربي. وضع قوي جدا يماثله على المستوى الإفريقي. وضع شيئا عزيم طبيعي.